ودلوقتي هنروح لحكاية مصرية جديدة الجهاز المناعي الجهاز المناعي ده لما بيشتغل بشكل صحيح بيكون بمثابة الدفاع الداخلي ضد الجرسيم والالتهابات الضرة ومع ذلك بناء نظام مناعي قوي مش بيحصل ما بين يوم وديلة لأ ده عشان تقوي جهاز المناعي ممكن تاخد أسابيع كتيرة جداً عشان توصل لنتيجة جويسة وعشان نعرف أكتر عن تعزيز الجهاز المناعي ونحمي نفسنا ونحمي أطفالنا هيكون معنا دكتور مصطفى حامل استشاري الأمراض الصدرية والباطنية والمستشار الطبي لشركة AMD أهلا وسهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا بيك دايما مشرفنا ومنورنا مرسي جداً لك يا مرسي الجيوب الأنفية ده موضوع بيحصل للكبار والصغيرين يعني أنا بستغرب جداً يا دكتور لما بلاي أطفال بيشتكوا فعلاً إنهم مش عارفين يتنفسوا كويس نظبوط سيلان واحتقان شديد في الأنف بالسقل ويمكن الموضوع بيبدأ معهم بكده وبعد كده بيدخل المراحل ومضاعفات شديدة احنا عايزين نقول إن موضوع الجيوب الأنفية ده موضوع كبير جداً وبحر واسع قوي ولكن اللي يهمنا في الموضوع كله هو المريض بتاعنا إنه هو فعلاً بييجي عليه فصل زي فصل الشتا ويبدأ المعاناة تبدأ معاه بل إنه هو تغييرات الفصول وفصل الشتا بالأخص أو فصل الربيع بيبقى الدنيا معاه زي ده أكتر عن المعتاد أي فبالتالي بنلاحظ زيارية الموضوع بس بيتوقف عنده بس عند التهاب الجيوب الأنفية فقط لغير لا ده كمان ممكن يوصل معاه للتهابات في الزور الحنجرة القصب الهوائية ممكن يترتب عليه التهابات متكررة في جهاز نفس السفلي فبالتالي بيبقى المريض بدء بنوع من حسية من حسية الأنف أو حسية الجيوب الأنفية أو التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية ويستقر الوضع بيه في النهاية اللي هي حساسية مزمنة على الصدر يعني بيبقى خطوة أولى وإن خطوة مع ضعفات حد معها كتير قوي طيب لابد نبقى عارفين إحنا نقدر نوقف الموضوع ده إزاي أو على أل نقدر زي ما بتقولي كده عارفة لما بتمسك طفل صغير بسوق عجلة فبتخليه سوق العجلة بس أنت مسكة من وراء هو المسكة من وراء دي أنت مجرد بتحافظي على توازنه عشان ما يقعش هو كذلك المريض جيوب الأنفية سواء كان طفل أو كبير أنت بتحاولي أنك أنت تمسكي الموضوع معاه بحيث أنه هو ما يدخلش في مضاعفات حد معنا طيب في الحالة اللي ازاي دي لابد أني أنا أعرف أركز على إيه بالضبط أو هل فيه فيتامينز أو مكملات غذائية بجانب العلاج اللي هو بياخده المزمن المستمرة عليه في بعض الناس بالأسف بتضطر أنها تاخد الإعلاج وقت العدوى أو وقت ما يبقى فيه إصابة أو وقت داخلت الشتاء لا إحنا بنقول ده الكلام ده مش صح أي حساسية لابد أني أنا أخد الإعلاج بتاعها صيف شتاء ده أساسي كوقاية كوقاية دي نقطة النقطة التانية يمكن ودي حاجة يمكن كلمة درجة قوي وسط الناس يقول لك طب يا دكتور أنا عايز فيتامينز ليه تقدر تقوي منعتي ما هو اللي بيحصل كالآتي عندي التهاب مزمن يبقى عندي بزرة جيدة أنه لو في فيروس أو بكتيريا سهل الإختراق جدا لأنه أريد المنطقة اللي هي زي أخشام وخطية للفم مثلا والأنف مصابة فبالتالي أنا سهل أني اخترق الفيروس والبكتيريا طب بعد اختراقه هو مش هيتعب الفيروس والبكتيريا في القصة لزي دي بل حيلاقي أن الطريق ممهد أنه إينا على المرحلة التانية إيه المراحلة التانية معاه سواء كان حسيت حنجرة أو التهابات في الحنجرة وبعد كده التهابات في القصة الهوائية بعد كده ممرات الهوائية الصحوي صلاط كل حد بيوصل معنا القصة للتهاب شعبي أو التهاب رقوي يبقى لابد من وجود فيتامينز زي ما حضرتك ذكرت في أول الحلقة إن إحنا محتاجين فيتامينز أو حاجات تأوي منعاتنا طيب في فيتامينز آه في فيتامينز كتير قوي ولكن لابد إن أي حد في الدنيا ما بيجي يركز بيركز على حاجة اتنين تلاتة هي اللي بتبقى بتتمثلي نسبة كبيرة من تقويت جهاز المناعة هما لقينا إن فيتامين ألف ودال والأوميجا سري اللي هي تعتبر المكونات الرئيسية لزيد كبد الحوت اللي هو معروف في مصر باسم الكروسيز طيب هل الحاجات دي فعلا بتفيد جهاز المناعة بتاعي؟ طبعا هي بتفيده بنسبة 60-70% طب إيه دليلك على الكلام ده؟ مبدئيا لو جينا قلنا حاجة لوحدها زي أوميجا سري لوحدها أو فيتامين دال أو فيتامين ألف لأ وحاجة لوحدها مش هتوصلنا للنسبة الكبيرة اللي إحنا عايزينها من تقويت جهاز المناعة ولكن التلاتة مع بعض هما اللي بيقدروا يكملوا النسبة دي إزاي الكلام ده؟ يعني مثلا ما نيجي نلاحظ فيتامين ألف إحنا عندنا مشكلة في مرضى الجيوب الأنفية إن عندهم الأخشية المخطية ملتهبة بصفة مستمرة بل ممكن كمان يبقى فيه احتقان أو نزل بوليبس محتقنة بطريقة غير عادية لدرجة إنها تبقى سهلة إنها يسهل اختراقها بالفيروس طيب فيتامين ألف ليه قصة جميلة جدا مع الموضوع ده فيتامين ألف هو اللي بيقدر يديني سلامة الأخشية المخطية للمنطقة دي إنها تبقى على الأقل قوة الدفاع قدام الفيروسات والبكتيريا شديدة إزاي الكلام ده؟ أنا لما لاقي إن عندي فصل الشتة اللي ما بيبدأ وتنزل درجة الحرارة على الأقل بتنزل 8 درجات نزول درجة الحرارة هو بيقتل ملايين بالمليارات الخلايا المناعية اللي بتبقى في منطقة الجيوب الأنفية بالذات الأنف والفم والعين فبالتالي كده أنا سهلت الموضوع بالزيادة كمان أكتر مع نخول فصل زي فصل الشتة طيب هل فيتامين ألف هيبقى ليه دور في القصة دي؟ طبعا فيتامين ألف ليه دور جميل جدا إنه هو بيقدر يعلي معايا بمعنى صح يرفع معايا المناعة أو الخلايا المناعية فبالتالي لما يرفع الخلايا المناعية معايا هيقدر يقف كحاية صد قوي ضمن الفيروسات طيب لا الفيروس يخترق ودخل جسمي أنا حقدر أعمل إيه تاني طب ما هو فيتامين دال والأوميجس 3 برضو هيهتم بالموضوع إزاي؟ ما إحنا اتفقنا إنه مسلسل نهايته بيقوي لي المناعة أكتر من 60% طيب أنا عندي فيتامين دال إحنا اتفقنا إن فيتامين دال وكلنا عرفنا وقت الكورونا إن فيتامين دال نقصه هو فعلا اللي بنلاقيه في مرضى زي مرضى التهبات الشعبية الحادة أو التهبات الرئوية بنلاحظ إن معظمهم عنده نقص فيتامين دال بل إن أغلب الحالات اللي كان بيحصل لها تالي وفات على الرئة وكانت الرئة فعلا وظيف التنفس بتقل كان عنده نقص فيتامين دي فبالتالي ثبت إنه عشان أقدر حافظ على منطقة جهاز نفوس العلوي الصفلي لابد إن فيتامين دي بقى نسبوته الطبيعية عندي الأوميجس ري إحنا بديتكلم في مرضى تجيب الأنفية على التهاب والتهاب مزمن يبقى إذن من صالح ليك إنك تاخد مضاد التهبات هتقول لي بالفعل أنا باخد مضاد التهابات حاجات موضعية وممكن أخد كورتيزون وممكن أخد مضادات الهستامين كل ده زي الطبيب المختص ما هو أهلك تمشي عليه ولكن إحنا عايزين مضاد التهابات يبقى سيستيميك حاجة تقدر تاخدها بدون أثار جانبية كوقاية كوقاية الأوميجس ري في القصة اللي زي دي هو مضاد التهابات بل بيحافظ على التهابات المفصلية والروماتيزمية والكلام ده كله فما بالك بالتهابات زي التهابات الجيوب الأنفية لأ حيقلل منها فبالتالي حتى وإنت عندك إصابة أو يبدأ الإصابة تبدأ تدخل عليك يبقى عندك الفيتامين زي الكولوسيز اللي يقدر يقلل مراحل تطور الوضع إن إحنا كلنا بنشتكي من الوضع ما بيقفش بس على عدم قدرة على التنفس عن طريق الأنف لأ ده بيبقى فيه سيلان وإنسداد ومخاط ووي 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 وحاجات كتيرة جدا بتنتهي بإنها بتنزل على الجهاز التنفس السوفلي فبالتالي تفضل حضرتك لأ أنا عايز أسأل على الأوميجا 3 لوحده مش ده برضو بيبقى يعني بيقوّل مناعة شوية ممتاز بس الأوميجا 3 لوحده مش هيقدر أوصلني لنسبة التطور الجهاز المناعة بمعنى صح عندي بنسبة 60-70% عشان كده دايما إحنا بنقول يا جماعة فيه فرق بتجمع التلاتة طبعا عشان كده فيه فرق بين زيت السمك العادي الأوميجا 3 العادية وزيت كبد الحوت اللي هو الكولوسيز لا الكولوسيز يحتوي على ثلاث مكونات أو ثلاث مكونات الفيتامين ألف وفيتامين دال والأوميجا 3 وخلي بالك لاغنى عن كل فيتامين عن التاني مهم جدا أن أنا أقدر أخذ 3 فيتامين زمع بعض وبالجرعة اليومية اللي بيحتاجها جسمي وده بيوفرها الكولوسيز بالفعل طب وفيتامين زينك يا دكتور الزينك حضراك ممتاز جدا الزينك وفيتامين سي احنا بنقلش من أهميتهم ولكن احنا اتفقنا أن فيتامين فيتامين ز كتير جدا مهمة للجهاز المناعي عندي ولكن فيه فيتامين زي فيتامين سي والزينك بنقدر ناخدهم في أكلنا فبالتالي احنا مش محتاجين أن احنا ناخد جرعات كبيرة لكن فيتامين ألف ودال والأوميجا 3 انت محتاجها جرعات للأسف يفوق على الجسم أنه يقدر يخدها عن طريق الأكل أو عن طريق التعرض لأشعة الشمس فبالتالي أنا محتاج لصورص خارجي من هنا جات أهمية الكولوسيز عشان الفيتامينز الثلاثة اتفقنا عليهم طب هو أهل صحيح دكتوري يعني مثلا فيه ناس ساعة يقولك كل برتقان في الشتة كتير عشان ده فيتامين سي أو الجوافة عشان فيتامين سي تعرفي بقى أنه يمكن أنا يعني النقطة دي بالزيد ببقى حريص جدا في الكشف بتاع المريض أنه أقول لهم خلي بالك من ضم الحاجات اللي بتهيج الكوحة أكتر هيا التهاباتك المعدة البرتقان البرتقان طب ليه? لأن للأسف عندنا التهابات المعدة لو أنت عندك التهابات المعدة وغالبا الشخص عنده التهابات في المعدة فبالتالي ده البرتقان أسяч فأنت بتزود الحمود ده المعدة بتزود التهابات هتزود الكوحة بزيادة فعشان كده إحنا النقطة دي بنقول الاعتدال ما فيش أحسن منه لا في الزيادة قوي وفي ناس بتوعوا تاخد لمون ولمون غزير ويعني بيكون مركز جدا والكلام ده ويلاقي نفسه لا ده أنا بعد ما شربت كباية لمون تعبت ويجي المونة فعلا بيقولك بنفس الجملة دي أنا تعبت مع شربت كباية الليمون الزايدة الليمون مفروض كذا كذا ماشي يا سيدي ما انت لو عندك الدابات في المعدة هتهيج المعدة أكتر هتزاود الكوحة عشان كده دايما في علاجنا لابد إن في علاج للمعدة أنا بشكرك جدا دكتور مصطفى حامد استشاري الأمراض الصدرية والباطنية والمستشاري الطبي لشركة AMD ودايما كده منورنا ودايما كده منستفيد من كلامك الجميل والمفيد دينا مرسي جدا أشوفكم الحلقة الجاية على خير وسعادة وعب